ازاي ايكو يا بنات عاملين ايه معاكو نادا من قناة نادا بيوتي النهاردة بقى هعمل معاكو ريفيو متكامل بجد عن الفرن ده الفرن اللي هو من فريش بلت ان المقاس بتاعه ده ستين في ستين هقول لكم كل حاجة تخصوا بيشتغل ازاي وغازوا على الكهرباء والشوايا بتاعته برضو بتشتغل ازاي وبيسوي الاكل حلو ولا لأ وبياخد وقت طويل ولا لأ يعني هو ولا فرن العادي بياخد وقت اطول ولا لأ والشوايا برضو بتاعته اا شغالة كويس ولا لأ وكل الحاجات دي انا كنت عاملة فيديو قبل كده عنه بس الحادة دلوقتي بيجري كومنتات منكم عن ازاي اشغل الشوايا وازاي الطريق التشغيل وكده فقلت طبعا النهاردة عامل لكم الفيديو ده اا لو بقى مش مشتركة في القناة اشتركي وكمان اعملي لايك للفيديو لو عاجبك بصوا اول حاجة كده هو ليه تلات زرار اول زرار اا ده بتاع اللي هو ايه اللي هو بتاع التسوية عايزة تسوي على مية خمسة وخمسين ولا على اني درجة منهم اا فيه عندك لحد اللي هو الماكس 245 اا دي اعلى حاجة ماشي ويه تاني زرار اللي هو بتاع الجريل ده بتاع اللندا انا عاملاه ده اهو ويه ده بتاع اللي هو الجريل ماشي اا تالت حاجة اا ده الزرار ده بتاع الجريل ماشي هقول لكم برضو بيشتغل ازاي وكده اا اول حاجة الفرن كده هوروه لكم من جوه بفتح كده الفرن هو ماشاء الله حلو جدا ويعني بيشيل صواني صانية اكبر من الصانية بيشيلها يعني مش هو عشان صغير فما بيشيل لا الصراحة بيشيل واحسن حاجة فيه اا دي ممكن فقط حتيها هنا تنزليها تبقى كده تحت خالص وممكن تطلعيها كمان يعني تتحكمي فيها برحتك والصانية دي طبعا ممكن تحتي عليها حاجات او كده وممكن تسيبيها كحماية للطبقة ايه الفوق لو مثلا مقارونا فارد او كده اي حاجة فارد تقع عليها وتخسليها بكل سهولة وميزة الفرن ده ان انت بتخسليه يعني اا غسله صهل مش صعبه خالص والمراية دي طبعا ممكن تفكيها وكمان اا يعني بتبين الاكل جوه طالما فتحت اللمبة بتبين انت من جوه الفرن يعني عامل ازاي اللي فيه واستوى ولا لا او الكلام ده اا طبعا دي حاجة مهمة هقولكو بقى ايه بشغله ازاي اول حاجة لو انا حطى مثلا كيكا اي حاجة اا بشغله طبعا من ده كده مش احتاج طبعا اشتواتي اضغطي ضغطة كده وخلاص وتخليها ايه صابتة طب لو انت بقى ايه عاملة مسلا فراخ واستوت صنية فراخ في الفرن مسلا واستوت وعيزة تفتح عليها الشوايا بصوا بقى اركزوا كده معايا عشان الناس كتير بجد كتبالي ازاي اشغال الشوايا تجيبي دي كده تعمليها على العلامة دي ليه علامة الشوايا دي لو واضحة كده ليكم ماشي وبعد ما تضغطي كده عليها وتشغليها اه تجيبي بقى ايه الجريلي دي تعمليها بقى شايفين بقى كده اللانتة اشتغلت بتاعت الشوايا شايفين تعملوها بقى لو عايزينها على ستين على تمانين على اي حاجة على سبعين ماكس اكتر حاجة فيها اه متان وخمسة ماشي دي طريقة تشغيل الشوايا لو برضو يعني حد فيكم مش فاهمها برضو يعني ايه عيدوا المقطع تاني وهتفهموها بجد سهلة جدا الشوايا بقى ايه بصراحة بتشوي بسرعة جدا يعني ما شاء الله بجد عليه مش عشان هي فورنبلت ان فالشوايا ضعيفة او كده لا الصراحة بيشوي يعني بيسخن الحاجة حلو جدا وكمان لو عايزين اسرع ممكن ان انت تجيب تجيب الشبكة اللي هي جوا دي ترفعها لفوق هتبقى منها للشوايا على طول اه يعني هتشوي الحاجة او هتحمر الحاجة بسرعة جدا معاكي مش مش بتاخد وقت طويل الشوايا بقى بتاعته كهربا ماشي فبرضو كتير بينكم كاتبولي الشوايا الكهربا احسن ولا الغاز انا صراحة يعني عند ماما الغاز يعني هي الغاز يعني اكتر اسرع اسرع اكيد من الكهربا بس دي برضو مش وحشة يعني لو انتم متوقفين على اللي انتم تشترك بتجزد على الحوار الشوايا لا دي حلوة برضو وبتشوي برضو بسرعة مش ضعيفة خالص وبرضو بيسوي الاكل بطريقة بجد حلوة قوي وما بنشفش الاكل وبيسويه بسرعة مش بطيق خالص لو عليتي درجة الحرارة كل ما تزيد في درجة الحرارة دي كل ما هتلاقي الاكل بمعاكي استوى اسرع يعني انا جربت كتير اما بعملها مثلا على مية خمسة وسبعين لا بحس الاكل بياخد معايا وقت طويل هو بالما بيستوي اما بقيت بقى اسوي كله على المتين الصراحة الاكل معايا بقى يستوي اسرع مما كمان انا متوقعة الفرن هو بقى له معايا سنة ونص والصراحة ما شاء الله عليه ما فيش اي مشكلة منه والزرع اللي في النص داي بنات ان اطلقبت في الاول وقلت لكم الجريل لا هو مش الجريل ده اللي هو ايه بتاع المنبه بس الصراحة انا ما جربتوش خالص يعني ما عملتوش خالص الصحور المنبه ده انا ببقى ايه عيني على الاكل كده ومشغولة بي انما ده بقى اللي هو قلت لكم عليه بتاع الجريل اه تثبتي بقى منه ايه عجبني جدا جدا لو حد عايز اشتريه اشتريه بدون تردد اه جميل جدا وبيسوي الاكل بطريقة حلوة ولو عندكم بقى اي سؤال تاني كده كتبوا ليه تحت في الكومنتات واكيد هرد عليكم فهي دي بقى يا بنات طريقة تشغيله والرفيو البسيط بتاعي عنه اه طبعا لو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة ابع تنسي وكمان فعلي الجرس وعملي لايك للفيديو لو عجبك